أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة لهذه الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم راح نلقي نظرة على موقع اسمه Dubverse هاي الموقع يساعد على دبلجة وترجمة الفيديو أو المحتوى اللي موجود في الفيديو اللي موجود على اليوتيوب وحوله إلى لغات مختلفة هاي الموقع بصراحة اكتشفتها مؤخراً وجربتها وحبيت أشارك هاي التجربة معاكم اليوم وإذا كنت من زوار هذه القناة لأول مرة يارك تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك عساس نقدر نوصل حق أكبر مجموعة ممكنة من الناس حول العالم موقع Dubverse هو موقع أطلق مؤخراً وهدف الرئيسي هو دبلجة المحتوى اللي موجود على الفيديو إلى لغات مختلفة الموقع يوفر كذا خاصية وهي خاصية الدبلجة خاصية ترجمة المحتوى ووضع السبتايتل أو اللي هي الترجمة المكتوبة إضافة إلى تحويل النص المكتوب ككتابة إلى مقطع مسموع خلونا نشوف مع بعض هاي الفيتشورز طبعاً هذه الصفحة هي أول صفحة تشوفها بعد تسجيلك في الموقع وأنا خليت في وصف هاي الفيديو رابط يخليك تنزل الخطوات اللي ممكن تتخذها عساس أنك أنت تقدر تستخدم هاي الموقع بشكل صحيح هاي الرابط موجود في وصف هاي الفيديو أول شي بتلاحظه هني هو أنه ما عندنا طبعاً أي محتوى موجود فلازم أضغط على create هني ويعطيني ثلاث خيارات الموقع الخيار الأول هو dub your video وهاي الخيار يخليني أرفع أي فيديو موجود عندي مثلاً عندي فيديو الكلام فيه باللغة العربية أقدرني أرفعه هني وهو يقوم بترجمة ودبلجة الصوت إلى أكثر من 150 متحدث بلغات أخرى تقريباً أكثر من 30 لغة ويحط الصوت المدبلج على الفيديو عساس إذا أنا بغيت أنشر هذا الفيديو بهذه اللغة أقدر أساوي إذا عندي مثلاً قناة بلغة أخرى طبعاً مثل ما قلت فيه أكثر من 30 لغة موجودة وفيه أكثر من 150 متحدث صوتي موجود في هاي الخدمة الخدمة الثانية هي أن أنا أحصل على سبتايتلز أو اللي هي الترجمة اللي موجودة تحت في الفيديو حالياً هذه الخدمة تقوم بترجمة المحتوى بأي لغة إلى اللغة الإنجلنزية ما شفت أنا صراحة خيارات أخرى موجودة تخليني أحصل على الترجمة أو سبتايتلز بلغات أخرى غير الإنجلنزية وها يا جماعة هي الخدمة اللي شدت انتباهي من البداية لأن بصراحة النتائج اللي تحصلها من هذه الخدمة طبعاً هي مو 100% يعني perfect ولكن جيدة بنسبة كبيرة تقدر انت تبتدي منها وتعدل عليها شوية وتنشرها بشكل مباشر والخدمة الأخيرة اللي هنا موجودة هي text to speech هذه تخليني أنا أرفع مستند مكتوب مثلاً ملف word مكتوب كتابة بأي لغة ويقوم النظام بقراءتها ويحولها إلى صوت voice over أيضاً متوفر بلغات مختلفة وبأصوات متحدثين مختلفة خلونا الأول نجرب خدمة dubbing للvoice هاي الخدمة طبعاً بضعت عليها هني واللي أسوي لازم أني أنا أخذ الرابط اللي عندي من الفيديو وسوي له paste هني أو إذا عندي مثلاً ملف موجود على الكمبيوتر أقدر أني أرفعه هني ولكن لهذا المثال راح أرفع فيديو موجود أردي على قناتي على اليوتيوب بسوي paste حين حق عنوان الفيديو نفسه وبس أضغط برة بتلاقون أنه يابلي الفيديو هني أقول له next بعدين أختار شنو اللغة حق هاي الفيديو شنو اللغة الأصلية لهذا الفيديو هنا طبعاً تقدرون تشوفون اللغات اللي موجودة هاي الفيديو طبعاً راح يكون بالعربي وهني يعطيني transcripts أو الكلام اللي كان موجود في الفيديو إذا عندي already subtitles أقدر أرفعها إذا أبيه هو يسوي السحر مال أقدر أضغط على AI magic خلونا نشوفها حين نضغط next أول ما أضغط next بيبني حق لغات شنو أبي أحولها؟ شنو اللغات اللي أنا أبي أترجم هاي الفيديو إليه عندي مثل ما تشوفوا هني كيل لهذه اللغات أيضاً فعشان هاي المثال ممكن أنا أقول له مثلاً بساوي الفيديو بالإنجليش وتلاحظون أنه يعطيني هني الأصوات المختلفة اللي موجودة اللي ممكن أختارها عساس أنه يكون صوت المدبلج واحد من هذي الأصوات ممكن حتى أسمع نواضج منها هني هاي طبعاً يعني انجليزي بس بالاكسن الهندي نسمع أصوات أخرى ماذا بعد صوت ثاني ماذا بعد صوت ثاني ماذا بعد صوت ثاني هاي الاصوات الموجودة طبعاً لكنها رأي 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 سبعاً ماذا بعد صوت ثاني دعونا نختار مثل مثلا هذا الرجال هنا صوت غي ونحن نقول مثلا نأخذ لغة ثانية نأخذ تركيا مثلا نسمع واحد من الأصوات تركيا ونحن نقول مثلا نختار هذه الصوت بعد فأحين قلت لأنا الفيديو أبي يحول لي يدبلج بالإنجليزي و بالتركي نقول بنضيفه في هذا الفوضر والفوضر مانا اللي موجود ونقول لأتصدب أحين طبعا هو راح يشتغل ويسوي هاي العملية كلها وهو قاعد يسوي هاي العملية خلوني أقول لكم عن فائدة دبلجة أو ترجمة المحتوى اللي موجود عندي إلى لغات أخرى طبعا موضوع الدبلجة راح يساعد بشكل كبير في الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين اللي ما يتكلمون اللغة اللي أنا قاعد أتكلمها فهذا شنو يساعدني فيه يساعدني على أني أعيد استخدام المحتوى اللي أنا قاعد أسوي يعني لو أنا سويت محتوى باللغة العربية أقدر أن أنا أترجمها إلى لغات أخرى وأطلقها عندي على قنوات بهذه اللغات عساس أن أنا أقدر أوصل إلى فئة أكبر من الناس اللي ما تتكلم اللغة اللي أنا أتكلمها هاي طبعا يساعدني على تعرف الناس أكثر علي وعلى الخدمات اللي أقدمها واحتمال أيضا تكون هذه الناس مهتمة في المنتج أو الخدمة اللي أنا أقدمها اللي أنا قاعد أبيعها وبالتالي يقومون هما ويشترون هذه الخدمة من عندي أحين وهو قاعد يسوي هذه العملية أنا بروح أسوي عملية ثانية وهي الحصول على أن أنا بحصل ترجمة مكتوبة اللي تطلع على الشاشة باللغة الإنجلينزية لأنها هي واحدة من الأشياء اللي أنا صراحة شخصيا جدا أحتاجها دائما أحب أن يكون فيه سبتايتل موجود باللغة الإنجلينزية ليش؟ لأن السبتايتل إذا موجود باللغة الإنجلينزية أقدر أن أنا أوصل إلى الناس المتحدثة باللغة الإنجلينزية وهي مجموعة أو فئة كبيرة موجودة في العالم إضافة إلى أن المحتوى اللي أنا قاعد أسوي ممكن أنه يكتشف بشكل أسهل من خلال الأنظمة الموجودة اللي قاعد يشتغل عليها اليوتيوب وينشر لي الفيديو إلى فئة أكبر من الناس وخاصة الناس اللي قاعد أتكلم اللغة الإنجلينزية هذه الشغلة الشغلة الثانية أيضا وجود سبتايتلز باللغة الإنجلينزية يساعد شيء اسمه أو اللي هو معناتها شنو هاي معنات أن الناس اللي تروح في جوجل وتبحث عن موضوع معين أنا قاعد أتكلم فيه بكل بساطة هاي المحتوى ممكن أنه يبين في النتائج بسبب وجوده على سبتايتلز باللغة الإنجلينزية فخلونا احنا حين نجرب هذه الخدمة ونشوف نتيجتها على الفيديو بضغط على سب هنا ورد أختار نفس الفيديو اللي أنا اخترته أو أني مجرد أضغط على الفيديو اللي موجود هنا لأنه أورادي سويت الابلود وقل له لتسب أحين هو راح يسوي السحر اللي يسويه بالذكاء الاصطناعي بتلاحظون أنه حين حاليا عنده ثلاث شغلات قاعد يشتغل عليها الفيديو قاعد يترجم ويدبلج باللغة التركية واللغة الإنجلينزية وقاعد أيضا في نفس الوقت يصنع السبتايتلز باللغة الإنجلينزية هذه العملية يا جماعة إذا أنت ورحت وتعاقدته مع مكان متخصص في موضوع الدبلجة والترجمة كل فيديو يا جماعة راح تساوونه دبلجونه أو الترجمونه راح يطلع عليكم بمبلغ كبير فهذه العملية اللي احنا حين قاعد نسويها اليوم ما راح تكلفنا مبلغ كبير الموقع هذا أيضا عندهم خصومات لفترة معينة خاصة خلال هذا الشهر فتقدرون تستفيدون من هاي الخصومات من خلال ضغطكم على الرابط الموجود تحت في وصف هاي الفيديو خلوني برجع لكم أول ما يخلص هذه الشغلات اوكي يا شباب احين تقريبا صار لخمس دقائق واول شغلة خلص ليها هي السبتايتلز لو نضغط احين على واتش بيودينا حق الصفحة اللي فيها الفيديو ولكن بتلاحظون ان هنا في شيء اسمه بروجيك ترانسكريبت ما اضغط على بروجيك ترانسكريبت بتشوفون انه أخذ الكلام اللي انا قاعد اقوله وفي نفس التوقيت بالضبط خلى اللغة الانجلينزية موجودة فعشان اقدر احين احصل على هذه الترجمة واركبها على الفيديو الاصلي كل اللي علي اسوي انه انا ايه هني فهاي الثلاث نقاط الموجودة وقل له download srt بختار المكان اللي بنزل فيه الفايل وبينزل لي ملف ال srt اللي هو موجود هذا هني اروح بعدين على الفيديو اللي عندي واضغط على السبتايتلز اللي موجودة هني على اليسار وقل له add language لما اقول له add language بروح اشوف اللغة الانجلينزية دوروين English US او English United States واضغط هني add تحت السبتايتلز وقل له upload file واختار with timing اقول له continue واشوف المكان اللي انا نزلت فيه الفايل واختاره وقل له open حين هو بروحه لو تشوفون ضاف السبتايتلز في التوقيت المحدد لكل جملة انا قاعد اقولها فلو ضغطنا play حين مرحبا بكم اعزائي المتابعين في حلقة جديدة واليوم راح نتكلم عن اكثر المواضيع شهرة على الانترنت في هذه الفترة الذكاء الاصطناعي بس قبل لا نبتدي الحلقة لا تنسى تعطينا الزر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع اصدقائك المهتمين بهاي المجال عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة حول العالم هاي يا جماعة ترجمة يعني تقريبا 95% صحيحة وهاي الشي هو اللي خلاني اعجب بقوة هاي البرنامج بقوة هاي الموقع لان هاي بروحها يببي لشغل كثير مثل ما انتم تعرفون يعني او شي بترجم بعدين بتركب الترجمة بالتوقيت على كل مثلا جزئية قاعدة اقولها بالعربي لازم الجزئية الانجليزية تطابقها فهذا الموقع سهل الموضوع بشكل جدا جدا كبير وهالخاصية اللي انا رح استخدمها شخصيا بشكل جدا كبير في كل الفيديوهات اللي اخليها على اليوتيوب كل اللي اسويه بعدين طبعا ان انا اراجع المحتوى للمكتوب واتأكد انه هو ما يكون فيه اخطاء مثلا ساعات لان مثلا اقول اشياء كلمات عربية ترجمتها ما تكون صحيحة مثلا خاصة اذا كانت اسماء فمجرد ان انا اراجع الكلام واتشوف مثلا حتى يعني احيانا اسمي ما يكتبه بالطريقة الصحيحة كتبه هو يعني هاشم بس انعاتا اكتب الاسم بالاي بدل ال اي وكل شي الثاني تقريبا شكله صحيح ومطابق ولغويا ايضا ومن ناحية الترجمة صحيح بشكل كبير فاراجع كل الاشياء هذه وقل لها publish احين صار عندي الفيديو متوفر مع الترجمة الانجلنزية فهذه الخاصية جدا جدا قوية يا شباب وانصح الجميع باستخدامها خاصة اذا كانت فيديوهاتك كلها باللغة العربية او باي لغة ثانية وحاب انك انت تترجمها الى اللغة الانجلنزية حاليا الخدمة هذه فيها بس ترجمة باللغة الانجلنزية وان شاء الله طبعا مع مرور الوقت يقدرون انهما مثلا يوفرون ترجمة بلغات اخرى غير الانجلنزية الفيديو الثاني اللي سويته هنا لو بتلاحظون هو كان فيديو طبعا انا قاعد تكلم باللغة العربية ولكن الدبلجة صارت باللغة الانجلنزية اوكي خلونا نشوف يا جماعة شنو نسوى في هاي الفيديو The first topic I will talk about is your expectations must be realistic. What does it mean to be realistic? I mean, it is not possible for me to make imaginary numbers that have nothing to do with what I am doing. So try to make a realistic number based on the things you are seeing, based on your use and the income you're already getting from the studio. So try to make a realistic cost per week or per month for the cost you are spending in the studio or the cost of running the studio. What is the cost of running? It means the electricity you are spending the fees you are paying for the software you are using any other services you are spending on monthly any monthly subscriptions you are paying for the activation of a kind of software or a kind of, for example, running the website. لو تشوفون انه يعني طبعا مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو الدبلجة مش مائة في المائة صحيحة وممكن طبعا يبين انه هو صوت آلي وليس صوت بشري اللي قاعد يسوي الترجمة هذي فهذه طبعا خاصية حلوة إذا كان مثلا عندك قناة باللغة العربية وهي قناة الرئيسية لنت تنشر فيها الفيديوهات إضافة إلى قنوات أخرى بلغات أخرى حاب انك انت تنشر فيها فيديوهات ولكن مثل ما قلت لكم في البداية جماعان لاحظت أن خاصية الترجمة اللي هي السبتايتل حاليا هي أقوى خاصية موجودة في هذا الموقع وهي اللي أنصح باستخدامها بشكل كبير بسبب الفوائد اللي راح تضيفها على الفيديوهات المنشورة على قناتك هاي الخواص مثل ما قلنا إنها هي تخليك توصل إلى مجموعة أكبر من الناس اللي ما تتكلم اللغة العربية إضافة إلى Search Engine Optimization أو SEO اللي يساعد في ظهور الفيديوهات اللي أنت قاعد تسويها على محركات البحث بشكل أسهل هذه يا جماعة نظرة سريعة على موقع Dubverse إن شاء الله عجبتكم هذه الحلقة إذا حابين تمشون خطوة بخطوة في الحصول على ترجمة الفيديوهات اللي أنت قاعدين تنشرونها باللغة العربية إلى اللغة الإنجلنزية راح أخلي الرابط في وصف هذا الفيديو واللي تقدرون تحصلون من خلاله على ملف في كل الخطوات اللي لازم تمشون فيها عسيس توصلون إلى الترجمة بشكل صحيح إن شاء الله عجبتكم حلقتنا اليوم لا تنسون تعطوني الزر اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع جميع أصدقائكم حول العالم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة